بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي افتتح المجلس الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخ الكوب ثمانية وعشرين الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في إكسبو دبي بمشاركة برلمانات ومنظمات دولية على مستوى العالم افتتح معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أعمال الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب ثمانية وعشرين بشأن تغير المناخ الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ويعد الأول من نوعه وأشار معالي في كلمته إلى أدوار الإمارات المحورية في دعم قضايا المناخ وأهمها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مؤخرا عن تأسيس صندوق الحلول المناخية بمبلغ ثلاثين مليار دولار بجانب تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الفقيرة والنامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ تعتبر استضافة الاجتماع البرلماني في المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقة إنجاز غير مسبوق لدولة الإمارات حيث أن عادة يعقد في أماكن خارج هذه المناطق لمؤتمر الأطراف ويشارك في هذا الاجتماع أكثر من ثلاثين رئيس برلمان وأكثر من خمسمية برلماني يمثلون مختلف برلمانات العالم وهذا يعكس الدور الكبير التي تلعبها البرلمانات في التعاون مع الحكومات في الالتزام الدولي للحد من تداعيات التغير المناخي قدرة دولة الإمارات على استضافة فعاليات عالمية وحرص القيادة في دولة الإمارات على إيصال صوت البرلمانيين في العمل الخاص بالتغير المناخي ومكافحة التأثيرات السلبية للتغير المناخي عن طريق عمل البرلمانات في وضع السياسات والتشريعات اللازمة للتقليل من هذه الآثار بطريقة مستدامة وفعالة الحضور أشادوا خلال الاجتماع بنجاح استضافة كوب 28 مثمنين نهج الإمارات وعملها المتواصل وشراكتها مع دول العالم لتحقيق الأهداف الخاصة بالاستدامة لمواجهة التغير المناخي لا سيما وأن قضية تغير المناخ شكلت ومنذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971 أولوية كبرى في سياسات الدولة وحرصت على الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني ومن أجل هذا كانت الإمارات أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع لنفسها هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال اعتمادها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 باستثمارات تصل إلى 600 مليار درهم بهدف تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة هذا الحدث الدولي الأول من نوعه وتستضيفه الإمارات يشكل خطوة مهمة في التعامل مع قضايا المناخ ويؤكد دور البرلمانيين في القضايا العالمية لأخبار الدار العنود السوري من إمارة دبي